السلام عليكم ورحمة الله أتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم معي في القناة شي سارة اليوم إن شاء الله سنجدوا مع بعض واحد الأكلة السهلة في تحضر تقدروا تعملوا هذه العشاء او لتعطوها لوليدتكم يديوها معهم الكوتي او المدرسة اللي كانوا يأكلوا في المدرسة كيف أقول لكم هي السريعة تحضر الاسم دياله باستيشيو او لها كوزاميا هاد الأكلة إيطالية كنتمنى إن شاء الله تعجبكم الفيديو اليوم بارتجوها مع الأصدقاء ديالكم والأحباب ديالكم واللي جديدة معايا في القناة شعروا الوصفات مرحبا والله مرحبا منسى جديدة معايا وتغطر رسالة جرس باش يوصلكم كل جديد ديالي خليكم معايا نبدأ بالمقادر بسم الله نبدو في المقادر اول حاجة غادي نحتاجوا البطاطا اللي مقطعها لشكل فريد وغادي نحتاجوا اللحم المدخن بالنسبة الناس اللي مكايجوهمش اللحم المدخن نبدله بالصدر الداجج أولها بالكفتة غادي نحتاجو جبن أحمر وأولها جبن موظري اللي مصفر عندكم غادي نحتاجو جبن الستندويشات وغادي نحتاجوا بشامل بالنسبة الى بشامل غادي نحتاجوا فيها مع لقات الزبدة مع لقات الطحن شوية الملح و البزار و المنبذار وغادي نحتاجوا كز للحليب بالنسبة المقادر يحتاج كفيها اول شيء نصفي الماء حتى يقل البطاطا الماء يغليها في الماء يقوم بفضل ثم يقوم بفضل ويسوطيها يغليها في الماء بها طريقة يجب الفريط في هذا الوقت سوف نضيف البشامل بالنسبة للبشامل سوف نفعل زبدة الأولى سوف نضيف الضحان سوف نضيف الضحان والتوابل والملاح والبزر والكوزة سوف نحرك هذا العناصر مع بعض سوف نضيف الضحان سوف نضيف الحليب بالنسبة للبشامل دائما يبقى على حسب ما يقوم بعمل الفريد و ما يقوم بعمل دجاج وما يقوم بعملها في طويجنات وما يقوم بعملها في لغة مكان صغيرين فرديا يبقى دائما على حسب الضوء لكم أنا اليوم سوف نقوم بعملها في القالب الكيش صغير يدخل الفرن وانتو ما عملوها في فشمة بغيتو أن أقول لكم القدرة أن تقوم بعملها في طويجنات صغيرين سوف نقوم بعملها في طويجنات صغيرين سوف نضيف البشامل حتى تختار بهذا القياس هذا كيف ما تشوفوا معايا يعني ما تكون شي عقدة بزف تبقى خفيفة شوية وعينيت على الفريد حتى هي سوف أنتم ما كتشوفوا معايا ذاك البشامل طابت والفريد غادي نحيده حتى هي التقلت وغادي ندوزو دابا لمنتج هاد شي هادا اللي وجدنا أنا اليوم ما غادي نستعمل هاد القالب هادا بهاد الشكل هادا انتم ما عملوه إلا عندكم في حالو أو لا أي ملد الزج ولا تقدروا دعملوا واحدة في الطويجنات وما كعملوها في الطويجنات أنا اليوم ما بغيت تنبدل شوية سافي الطريقة ساهلة كيف ما كتشوفوا معايا وقد وجدوا بسرعة ما كديش الوقت بزف غادي دعملوا ذاك البطاطة في القاح سواء قليتوها او لا غليتوها في الملح أو شوية البزر أنا غادي نضيف اللحم المدخن قلت لكم اللي ما كي يكلش اللحم المدخن ولا ما كيعجبوشي تقدروا دعملو ستر درجاج والكفتة أو للكفتة حتى هما مش حرم شوية الملحة والبزر بالنسبة هاد البطاطة أنا مع متلا شي الملح حيث اللحم المدخن كيجي ملاح اللحم المدخن كيجي ملاح اللحم يشامل فيها الملح كين الأجبل فلي هادا خليتها مستوسة باش الله كيجي الملح هو هادا هانتم ما كتشوفوا معايا بعد ما عمل ذاك الفريت عملت اللحم المدخن ضفت عليه شوية البشامل مصد الكمية تقريبا ذاك اللي عملت صافوا غادي نضيفنا مزيان على ذاك اللحم المدخن غادي نضيف هادا جبن الساندويتش اللي يقول لكم وتقدروا داكتافوا غرب هادا بلا ما تزيدوا جبن أحمر ولا جبن مطاريلا يعني دائما كتخدموا اللي متوفر عندكم ولا ما كانش عندكم هادا عملو غير الجبن أخر أحمر ولا مدزاريلا صافي أنا غادي نعمل ثلاثة في هادا القالب غادي نعمل الجوش في الوسط وثالث غادي نقسمه غادي نعمل واحد مهنة واحد مهنة باش كي تغلف ليدك اللحم المدخن صافي على هاد الجبن غادي نزيد الكمية اللي بقات هاد البيشامل صافي من فوق هاد البيشامل غادي نضيف جبن أحمر غادي نروش على هاد المول كامل أنا غادي نروش هاد الجبن كامل هاد الوجهة هاد باستيشيو بالنسبة للفرن مسخان عندي اعلى ميتين درجة الفوق اللي تحت غادي ندخل المول ديالي حتي تحمر ذاك الجبن ويدوب ثم غادي تشوفوا معايا بعد ما دخلتوا الفرن ووجد صافي بعد ما تحمر وداب ذاك الجبن كيف ما كتشوفوا معايا غادي نعمله في طبق التقديم وهدا هو الشكل الليال النهائي كيف ما كتشوفوا معايا يجي سهل في التحضر الناس اللي ما كيعجوه مش اللحم المدخن عملوه بصدر الدجاج وليب الكفتة اللي متوفر عندكم كيف ما قولكم تقدروا تعمله هناليشا او لا دعطيوا هنوليدتكم هكذا في الليغة مكان ستيتوين كيني اللي كتبعوا بخمسة درهم وقد يدخلوا الفرن عملوهم في الليغة مكان صغارين دوهم بسالوفان وبابي اليوم يديهم معاهم وليدتكم من المدرسة يكلوه كنتمنى ان شاء الله تعجبكم بصفة اليومه انا غادي نقطعه معاكم باش تشوفوه كدشي طبقة الفريد وطبقة اللحم المدخن ودك الجوبن مع البيشامل كيشي مع الليغ والديك شكرا مستبع على المتابعة ديركم وعلى المشاهدة وعلى التعاليك وعلى التسجيع انتم غادي تشوفوه معايا في الفيديو القادم ان شاء الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة